في التبتيبات الرسمية والاستعداد للحدث التاريخي الأهم في العراق تدخل الساعات الأخيرة قبيل دق جرس الانطلاق لاستقبال الناخبين في مراكز الاختراع وعلى النقيد تماما هناك واقع سياسي ساخر وفكاهي عند مئات نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي على الساحة العراقية حيث الانتقاد لبعض صور المرشحين وأماكن وجودها بعد التقاطات لمفارقات غريبة أثارت سخلية الناشطين بعض الصور غير الحقيقية في مجملها مصممة عبر برنامج تعديل الصور لكن حملت رسائل غير مباشرة للتهكم أو التنمر من باب الترويح عن الحالة النفسية لبعض الشباب الذين يريدون مواكبة عملية للتصويت لكن للشخصية التي يرون أنها واقعية وحقيقية وتريد أن تخدم العراق صور لمرشحين على طول البرج الأضخم في العالم برج إيفل منتسائلين فيما لو كان إيفل في العراق لغفل بعض المرشحين عن الاهتمام بمظهره الجميل أي أنهم سيهتمون فقط للتنافس القوي فيما بينهم صورة هنا وهي قد تكون أقرب للحقيقة إذن صورة أحد المرشحين على نخلة مرتفعة وبسخرية ترك أحدهم طليقا عليها فيما لو كان المرشح برحي لو زهدي لو خستاوي وصورة ثالثة عن وجود ارتباط بين بعض المرشحين وقبيلة القريش حيث الصورة الموضوع على الحدود العراقية السعودية بالمجمل فإن الحراك الانتخابي بدأ وبدأت معه توقعات الإقبال والانتقاد لكن الهدف الأول والأخير عند عموم العراقيين هو نجاح أهم عملية ديمقراطية في البلاد اشتركوا في القناة